أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم في ضوم حيث وفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم ملاسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقوا من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأعطيه البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوهم وليطوفوا بالبيت العتيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظمون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عاملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر نمثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المزمع القوم الليل إلا قليلا نصفه ومن قص منه قليلا أو زد عليه ورده القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشاة الليل هي أشد وطوى وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طبيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا واذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا رسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما رسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فوربك لنحشر النوم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن عالم بالذين ومولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا وأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا مدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبا متخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسلناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي ينفي مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات من ثجاجا لنخرج به حبا ولباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسهرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيبا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعبا وكواعبا ترابا وكأسا جهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كثابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن لغوا الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما بع إن آذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا